قل زوجي كثير الحلف بالطلاق فما حكم معيشتي معه لخشتي بأنه ربما حلف بالطلاق وأنا لا أعلم أول لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فينبغي للإنسان أن يحذر ثم هذا الذي يحلف بالطلاق إن كان يقصد منع شيء أو يقصد إحداث الشيء يقول علي الطلاق لا أفعل أو يقول لزوجة علي الطلاق أن تبقي أو أن تخرج أو نحو ذلك إن كان يقصد بذلك الطلاق فخالفته عما نهىها عنه أو ارتكبت ما منعها منه وقع الطلاق وإن كان لا يقصد أن يغلظ الأمر عليها حتى لا تقدم على الخروج يمنعها منه أو عن فعل تفعله ويقول علي الطلاق أن لا تفعله ثم فعلت هذا لا يكون طلاق يكون يميناً مكفرة إنما المسألة مسألة الخلافية بين العلماء قد يراجع أحداً يرى أن الحلف بالطلاق طلاق يقع ينبغي للإنسان يحسن إلى جلسانه وألا يجعل عقدة النكاح العوبة في خطابه وأمره ونهيه يخبر زوجته إن فعلت كذا فإنه سيغضب أو إن لم تفعل فسيغضب وأمثال ذلك ثم إذا حصل نزاع أو شجار يعالج الأمر إما بالاستغفار أو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أو الوضوء أو الخروج من المنزل لا أن يكون مقداماً على دوس عقدة النكاح التي جعلها الله رباطاً بين الزوجين والله المستعب